مستمعي الكرام وبعد أن وقفنا على مفهوم الاستشراق وأهدافه ووسائله وقد بان لنا أنها أفاعل كانت تتجه إلى أعز ما تملك هذه الأمة وهو التراث يطيب لنا أن نجيب عن تساؤل هام ما هي جهود العلماء والمفكرين العرب في حفظ تراثهم وقراءته وتحقيقه والاستفادة منه قديما وحديثا ونجيب عن هذا التساؤل في الشرائح التالية عرف العرب القدامى التحقيق والضبط والتعليق في مؤلفاتهم ونسخ مؤلفاتهم ومخطوطاتهم قبل الأوروبيين بزمن كبير ولما ظهرت الطباعة في البلاد العربية في القرن الثالث عشر الهجري التاسع الميلادي بعد ظهورها في أوروبا بثلاثة قرون بدأ العرب ينشرون تراثهم الثقافي نشرا بدائيا وكان يقوم في هذه الفترة بالاعتناء بالكتاب فئتان من الناس هاتان الفئتان عرفت في أوساط المسلمين بالنساخ والمصحيحين ماذا عن النساخ ثم ماذا عن المصحيحين نبدأ ببيان من هم النساخ النساخ هم الذين يقومون بنسخ الكتب لما عرفوا به من جودة الخط ونباهة الوعي لماذا لطباعتها على الحجر وغالبا يذكر اسم الخطاط أي الذي قام بالنسخ في آخر الكتاب وقد يذكر أسفل صفحة العنوان يعني عنوان الكتاب يذكر بعد عنوان الكتاب هكذا بعد عنوان الكتاب يذكر اسم الناسخ ومن النساخ المشهورين محمد علي بن ملة ومن منسخاته كتاب أنوار التنزيل للإمام البيضاوي وهذا الكتاب قد تم نسخه ونشره على الحجر بإيران سنة 1383 هجرية ومما طبع على الحجر أيضا خلال هذه الفترة مكتوبا بخطوط النساخ كتاب حاشية العطار على الشرح الأزهرية في النحو هذا الكتاب قد طبع بمطبعة الأفندي في القاهرة سنة 1251 1835 ميلادية وأيضا كتاب دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الرحمن الجزولي المغربي طبع هذا الكتاب بديوان المدارس الزكية بالأسبكية بمصر سنة 1256 هجرية وكذلك أيضا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وهذا الكتاب قد طبع بإيران سنة 1299 هذه نبزة يسيرة عن النساخ وبعض مؤلفاتهم فماذا عن المصححين وأيضا بعض مؤلفاتهم وهذا ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر